مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من ترانز هيكون معنا فيها آخر أخبار السوشيال ميديا وكمان موضوعات كتير متنوعة ويلا نبدأ بفكرة ترانز of the week كالعادة وجز في أي عمل جديد أو أي زهول ليه بيتصدر التراند على طول وده اللي حصل الأسبوع اللي فات لما الناس ما بقاش لها كلام على السوشيال ميديا غير الملابس اللي ظهر بيها في حفلته الأخيرة في موسم إرياض ناس كتير قوي هجمت وجز وانتقدت اللبس اللي ظهر بيه وكان منهم نقيب الموسيقيين هاني شاكر واللي كتب على تويتر بعد أن سألت أكتر من مرة عن صورة وجز الأخيرة وهذا اللوك الغريب رأيي الشخصي أن فالانتينو خسر كتير جدا بعد هذا المظهر المضحك المبكي في نفس الوقت وقال هاني شاكر في تويتة تانية تعليقا على الرأي اللي قلته أمس عن وجز ومظهره الأخير وكارر وأؤكد أن ده رأيي الشخصي بعيدا عن النقابة وهذا لمن اختلت عليه الأمر وإطلالة وجز اتكلفت حوالي 93 ألف جنيه الجاكت الأخضر بـ 2550 دولار والأميس بـ 1150 دولار والشورت برضو بـ 1150 دولار والبود بـ 1400 دولار إطلالة وجز في موسم رياض شفنا أكتر من حد كان لابس زيها في العالم وتعرضت في أكتر من عرض في عروض أزياء عالمية من الحاجات اللي تصدرت الترند وأشات بيها ناس كتير هي تصريحات الفنان محمد سليمان عن زواج بنته قال محمد سليمان أنا طيب بس أنا منطقي مش بحب أتكلم في موضوعات مش مفهومة واحد زائد واحد بيساوي اتنين أنا محطتش شروط في جواز بنتي لقائمة ولا فرضت عليه مهر ولا الكلام ده كله أنا جوزتها الطريقة الإسلامية أنا ببص للولد نفسه مش بيهمني مين أبوه ولا معه فلوس ولا معهوش المهم الولد متربي ولا مش متربي وده اللي حيفرق في حياته مع بنته ممكن يكون إنسان مش كويس ويجيب لبنتي كل حاجة العادات والتقاليد اللي بنفكر فيها مش بتخدم أولادنا على قد ما بتمثل قيود عليهم وطبعا الموقف ده أشاد بيه عدد كبير من الشباب والبنات على السوشيال ميديا وخصوصا إنه كلنا سمعنا قبل كده كتير من رجال الدين بيطالبوا الأهالي إن هم يسهلوا شوية في شروط الجواز ومن الحاجات اللي الكل بيتكلم عنها وخصوصا المصريين هي محطة محمد صلاح اللي جاية هل هيبقى في الليفر بول ولا هيروح برشلونة ولا فين بالزبط وقال المدارب المساعد الأسبق لنيدي ليفر بول إن محمد صلاح واحد من أفضل ثلاث مهاجمين على مستوى العالم وهو في أفضل أوقاته دلوقتي ويريد أن يلعب في الليفر بول وهناك 3 أو 4 عندها تريد ضم مصلاح من وجهة نظري أتمنى أراه في برشلونة إذا لم يكمل مسارته في الليفر بول أسلوبه يناسب برشلونة الصحف الإيطالية واللي مهتمة جدا بمحمد صلاح من وقت ما كان بيلعب في نادي روما الإيطالي قالت إن محمد صلاح مش بيفكر في الانضمام للدوري الأسباني الموسم اللي جاي وعايز يكمل عقده مع الليفر بول واللي هيخلص سنة عشرين تلاتة وعشرين وده عشان يقدر يمشي بالمجان من النادي وده طبعا هيخلي صلاح يحصل على فرص أفضل لي ويمكن الكلام ده كله بيحصل في الوقت اللي فيه صحف أسبانيا كتير جدا بتتكلم عن اقتراب نادي برشلونة الأسباني من التعاقن مع الفراعون المصري محمد صلاح وفيه كلام إن نادي برشلونة عرض مبلغ 58 مليون يورو لضم صلاح لكن نادي ليفر بول طلب 80 مليون يورو ومن الوقت توقع إن النادي الأسباني يرفع قيمة العرض وكمان نادي يوفانتوس الإيطالي دخل في مفاوضات لضم صلاح وبكده خلصت فقرة ترانز أف دي ويك هنروح لفاصل ونرجع نكمل فقراتنا رجعنا لكم مرة تانية وفقرة السوشال لاب وزي ما احنا متعاوضين في الفقرة دي بنشوف تفاعل المشاهير على السوشال ميديا وبناخد جولة جوة الأكاونت بتاعتهم نجمة السوشال لاب النهاردة هي الفنانة نانسي عجرم واللي دايما لها تواجد مميز على السوشال ميديا نانسي عجرم بتحتفل الفترة دي بنشر أغنيتها الجديدة ما تعتذر اللي فجأتنا فيها بقدرتها القوية في التمثيل والأغنية انتشرت بسرعة جدا على السوشال ميديا وطبعا فيه أغنية أثرت فينا كلنا وبما أننا بنحتفل بعيد الأم الأيام دي تعالوا نشوف أغنيتها الجديدة خلونا نبدأ من الإنستجرام لأنها دايما بتحب تتفاعل عليه بيتابع نانسي عجرم 32 مليون و200 ألف متابع وهي عاملة فالو لـ 72 أكاونت بس ونشرت لحد الوقت حوالي 3779 صورة وفيديو الأكاونت عبارة عن صور لها ومشاهد من أغنياتها وكواليس لبروفات لحفلتها وحقق 2 مليون و300 ألف فيو نانسي عجرم دايما بتنشر كواليس زيارتها لأي دولة بتحيي فيها حفلة يعني من لحظة وصولها لحد دهاية الحفلة ولقينا أنها نشرة أكتر من 30 صورة وفيديو لكل حفلتها والفيديو ده كان لبروفا لها على حفلة من حفلتها وحقق مليون فيو ولقينا كمان أنها بتحب جدا تنشر صور لها بلوكس مختلفة في كل حفلة فهي نشرت لحد الوقت أكتر من 50 صورة لفستينها ده غير الفوتو سيشنز اللي بتنشرها المعروف حب نانسي عجرم لبناتها وبتحب كل فترة تشارك جمهورها بأي مناسبة بتجمعهم ولقينا أنها نشرت أكتر من 20 صورة لها مع جوزها وبناتها من الإنستجرام لتيك توك بيتابع نانسي عجرم على التيك توك مليون و700 متابع وحققت 3 مليون و400 ألف لايك وطبعا نحن عارفين أنها عملت أكاونت بسبب أن بناتها كانوا عايزين كده تعالوا نشوف القصة دي ونرجع تانية على طول من التيك توك لتويتر نانسي عجرم من الفنانين اللي على طول موجودين على تويتر وبيتفعلوا عليه بشكل كبير بيتابع نانسي عجرم 15 مليون و500 ألف متابع وهي بتتابع 159 أكاونت ونشرت لحد الوقتي 25 ألف تويت وآخر تويت نشرتها كان فيديو كليب أغنيتها جديدة ما تعتذر وبكده تكون خلصت فقرة السوشال لاب كل يوم سوق العمل متطلباته وشروطه بتتغير وفرش الشغل بتكون كتير ولكن الشباب المتخرجين جديد كتير منهم ما بيكونش مستعد بشكل كويس وما بيكونش عارف المفروض يعمل إيه بالزبط علشان يلاقي وظيفة كويسة تنزبه ضفنا النهاردة خصص وقته كله لمساعدة الشباب لتأهيلهم لسوق العمل وعمل جروب اسمه Free Courses and Books والجروب ده شباب كتير قويين من اللي بيدوروا على فرص الشغل أو عايزين يتواروا من نفسهم بقوا مهتمين به ودايما بيتابعوا كل جديد بيحصل عليه ضفنا النهاردة فاز بعدد كبير من الجواز ومسابقات متنوعة زي المبادرات التطوعية التبعة لوزارة الشباب والرياضة للتعليم عن بعض وكمان جواز تانية مختلفة على مستوى الوطن العربي ومنوارنا في الستوديو محمود اسمه مؤسس جروب Free Courses and Books ازايك يا محمود؟ بخير الحمد لله ازاي حدرك عامل ايه؟ مش بخير الحمد لله محمود اول حاجة هسألها طبعا ايه اللي خلاك تفكر ان انت تعمل حاجة على السوشال ميديا تكون بتساعد فيها الشباب؟ اولا انا خريج 2017 كل التجارة كان عندي وقت ما تخرجت كان فيه مشاكل كبيرة للناس اول ما بتتخرج بتكون تايها في سوق العمل من لاقي وظايف كتير ظاهرت وبسبب التطور التكنولوجي بقى فيه وظايف كتير عن بعد فانا كان عندي هدف اللي انا نفسي اسهل على الناس الطريق اللي انا اعدت تخبط فيه بشكل كبير على السوشال ميديا فكان عندي هدف اللي انا ليه ما اعملش مجتمع ايجابي على السوشال ميديا اقدر اساعد بين ناس بشكل كبير لهم اقدروا ويتطوروا من نفسهم كان وجهتني شوية مشاكل في الاول اللي انا يعني مش كل الناس ما بكون بادئ فكرة بتكون مؤمنة بيها بشكل كبير او تقدر تساعدك فاحنا كنا زي يعني في البداية زي كشافة كده بنحاول ندور على ايه الحاجات اللي الناس ممكن تدور عليها او مين الناس اللي انا الواحدي مش هقدر اعمل حاجة فربنا كرم بعدك كتير من الفقرات اللي احنا بدأنا في اول حاجة في الجروب بدأنا باربع فقرات بس بدأنا الحمد لله الجروب دلوقتي في 150 فقرة على مدار الاسبوع غير اللايفات الاسبوعية اللي بيكون موجودة الفقرات دي عبارة عن ايه بقى؟ الفقرات دي احنا عملنا فكرة الجروب بشكل كامل هي زي برنامج تلفزيوني البرنامج ده بيكون مثلا الصبح في رسالة تحفيزية في نص اليوم فيه تحديات بيبقى فيه حد عايز يتعلم اسباني حد عايز يتعلم ألماني على حسب اللغة دي كلها منحاول انا فكرتي اول ما بدأت الجروب كانت مثلا الناس كتير بنزل لهم كورسات لتعليم الاسباني فنحط لهم متيريال كتير اكتر من كورس واكتر من محتوى فالناس بتسجل كسيف بوست بشكل كبير وفي الاخر ما بترجعش لده فبيكون فيه تسويف فانا كان عندي هدف ليه ما اعملش ان يكون فيه معلومة الناس تخدها في اخر اليوم تقدر تتعلم فمن هنا كنت بس تضيف مثلا حد مثلا الستركتور قزباني او حد بيعمل حاجة طب ايه رأيك الكورسات اللي احنا بنزلها دي انا عايزة كل يوم تيجي تديني مثلا كلمتين او تدي ملخص او ازاي الناس تقدر تذاكر لوحدها الحاجة ازاي كده فالناس بتشوف ان ده بوست عادي مجرد بوست عابر معي ان انا بكون مثلا متفق معي ان هي سلسلة على مدار شهر كامل او على مدار ثلاث شهور ففي اخر اليوم الناس بتطلع بمعلومة فتقدر مستفيدة بشكل كبير في الجزء ادي بس فجروب فيه فقرات بعبارة عن اليوم كامل على مدار الاسبوع لغات حاجات ليه علاقة بتنظيم الوقت حاجات ازاي الناس بقدروا تقدر تحفظ قرآن ازاي تقدر تحل مشكلة التسويف بيكون فيه لايفات على مدار الاسبوع كل ده سعب بيكون فيه مختصين بنحاول نتواصل معاهم بس اكيد عشان وقتهم ما بنكونش عندهم وقت بشكل كبير فالناس دي بنصدفها كلايف في الجروب تيجي تحكي تجربتها وتنقل خبراتها للناس وناس تانية بيكون نفسها تعمل حاجة زي الكونتنت اللي بيكون موجود دلوقتي بنشوفها على التك توك وفي اي منصة الناس دي بتدي فاليون للناس فمنحاول إحنا نحط كل المحتوى المفيد ده في مكان واحد الناس تخرج في آخر اليوم بمعلومة مفيدة لها طيب محمود لو أنا دلوقتي واحدة لسه متخرجة من الجامعة ودخلت على الجروب بتاعك هستفيد منه ازاي هنستفيد منه ازاي بكذا حاجة لازم أول حاجة احنا دايما بنحدد بها الشباب اللي انت عالي لازم تكون عارف وجهتك رحفين بمعنى ازاي لانا لازم اكون عارف نفسي بشكل كويس اعرف نفسي ازاي بنحاول نقول لهم ان في مواقع مجانية تقدر تتعرف فيها شخصيتك زي مواقع سكستين بيرسوناليتي مواقع زي جاسم الهرون بتدخل تعمل اختبار لازم تكون عارف منه نقاط قوتك ونقاط ضعفك بشكل كبير عرفت الحاجات دي كلها هتعرف الوجهة بتاعتك بعد ما بتعمل الحاجات دي بيبقى فيه الاختبار ده بيطلع لك كود بتاخد الكود ده بيظهر لك ايه اهم الوظائف المناسبة لك سواء بقى جرافيك دزاين او سوشال ميديا او المجالات دي كلها وانت بيكون شخصيا بتبقى عارف هل انا هكمل في نفس الكارير بتاع اتجاه الجامعة بتاعتي ولا هعمل شفت الكارير لان انا سامع ان فيه مجالات جديدة زي البرمجا جرافيك دزاين بداية اناليسز المجالات زي كده فاحنا بنحاول نوسع له يعني بنديله فكرة في كل المجالات دي وبعد كده هو بياخد التجربة اننا نيما شايفين ان احنا عساس تقدر تطور او تقدر تجرب من نفسك لازم تجرب بشكل كبير فاحنا بنحاول اللي احنا نوفر له خلاص انا اخترت اللي انا هكامل في الكارير بتاعي ازاي تقدر تستفيد بالكارير بتاعك هتاخد البروسوس واحد اتنين ثلاثة اربعة دي اللي هتقدر تشغل به ازاي تقدر تعمل اكاونت على لينكد ان ازاي تقدر تعمل سيفي كويس فده ده يقدر يأهلك اللي انت تلاقي وظيفة وفي نفس الوقت ازاي تلاقي الوظيفة دي دي اهم المواقع اللي انت تقدر تدور عليها على وظيفة يعني انت بتحطه في الانسان الرجوع بتاعك على السوشيال ميديا احنا بشكل كبير يعني بنحاول للوظائف دي احنا بنأهل الناس للوظيفة بنعرفوا ونعرفوا ايه الأماكن اللي يمكن يلاقي فيها الوظيفة دي هذا المكان ده وده حتة اللي احنا نوفر فرص عمل بشكل كبير يعني بنحاول ان احنا نزيل منح الحاجات اللي هي في للبدي كورسوات اللي هي الحاجات اللي هي متخصصة فاحنا بنأهله إزاي تقدر مسلا عشان اشتغل جرافيك ديزاين لازم يكون عندك 1-2-3-4 فانت بنأهله الـ 1-2-3-4 ده يكون عنده عساس يقدر يكمل واشتغل في الجزئات دي ونقوله المواقع اللي انت تقدر تلاقي فيها الشغل للجرافيك ديزاين 1-2-3-4 طيب ايه أكتر مجال الناس بتسألك عليه؟ الناس دايما بتسأل على مجالات الفريلانس عامة أو الشغل اللي هو الشغل من البيت أو الشغل اللي هو ممكن يقدر يزود مصدر داخل ليه أو مصدر ربحي يعني هو بيبعنده شغلانة سابتة وبعدين بيحاول يشتغل حاجة جنبها وده شفناه بسبب التطور التكنولوجي الكتير اللي حصل الفترة اللي فاتت دي كلها في مجالات كتيرة ظاهرت زي السوشيل ميديا، الجرافيك، كونتنت كرياتور حاجات اللي هي الـ SEO، الجرافيك دزاين الحاجات دي كلها دي كلها مجالات بس فيه ناس بيبقى عندها مشكلة بشكل كبير اللي هي بنسمع الأرقام دي الناس بتقبض، الناس بتشتغل من البيت الناس بتاخد أرقام خالية في المقاب فالناس بتبقى مستعجلة حتة وده حقيقي؟ هو حقيقي بس عن بعد يعني الناس بتنقلهم التجربة في الآخر مش في الأول يعني هي الأول الحاجات احنا دايما لازم نشوفها لازم الناس تكون عندها مهارة المرونة ولازم تكون عندها استمرارية في المجال ده أنا دلوقتي عشان أتعلم مجال لازم أول حاجة هاخد وقته شكل كبير حساسة أقدر أعارف يكون عندي سيفي كويس السيفي بتاعي ده يقدر يشغل مش من أول يوم هنزل هيكون السالري بتاعي الرقم الكبير اللي الناس بتبقى فالناس بتبقى مستعجلة الفكرة دي لو الله انت قلتولي هتعلم المجال ده وهشتغل واخد الرقم ده فاحنا عشان تقدر تشتغل المجالات دي ناس دايما بتسأل عن مجالات الخاصة باللغات المجالات الخاصة بالفريلانس عمتا الحاجات التانية المهارات اللي دلوقتي بقت مطلوبة اللي احنا دايما منشوف في ناس شطرة كتير وعندها شطرة حلوة بس في نفس الوقت بتكون عندها مشاكل اللي هي ما عندهاش المهارة اللي هي ازاي تعرض بشكل كبير بريزنتيشن بتاعتها ازاي يبقى عنده استخدام التكنولوجي بشكل كويس المهارات اللي هو لازم يكون عنده مرونة ازاي يقدر يتعامل مع المشاكل ازاي يقدر يحل دوطات نصلا عنده مشكلة فيقدر يحلها ويطلع ازاي ادارة المخاطر ازاي ما احنا شفنا في فترة الكورونا في كزا مكان افل في ناس دانية كانت عندها شوية مهارات اللي هيقدرت يعني يكون عندها مرونة بشكل كبير اللي هي تقدر تطلع حلول وتقدر تواكب التكنولوجي او تقدر تواجه الخطر اللي احنا كنا فيه طيب لو واحد دسة متخرج وبيعمل سي في ازاي يقول السي في ده كويس جامد حل والتاني ده سي في يعني مش احسن حاجة والسؤال هنا بيختلف على حسب كل كلية كل كلية بيبقى ليها متطلبات وكل كلية بيبقى ليها التدريبات بتاعت انا كان نفسي انا وفي الجامعة كان حد يجي يقول لي لا ده انت كان لازم تنزل تدريبات عشان السي في بتاعك يكون تقيل كان لازم تنزل في بعض الاماكن عساس برضو اللي انت تاخد فرصة عمل او تتطوع في بعض الاماكن دي عشان السي في بتاعك يتقل اهم حاجة برضو في السي في بتاعك الموضوع الانجلش عمتا ده مهم جدا جدا ازاي تقدر تستخدم الحاجات اللي بنسميها الـ ICDL والحاجات اللي لديها علاقة ان دلوقتي كمان بعد الكورونا لازم في السي في بتاعك اللي انت تقدر تستخدم الطول اللي لديها علاقة الادارة عن بعض ازاي تيرلو او الحاجات اللي لديها علاقة بالتكنولوج بشكل كبير عشان تقدر تدير تيم عن بعض فازاي يقدر فرق سي فيها عن سي فيها بيكون في مجالات ان مثلا شهادة كلية تجارة مثلا يجي يقولك لان انت لو معاك بي اف اي او معاك سي ام اي والشهادات معينة دي هتفرق معاك وبرضو ده مطابق برضو لو انت مثلا في كلية صيدلة يعني فيها مهارات مهمة لازم تكون موجودة وفي نفس الوقت التدريبات بتفرق شخص عن شخص ودلوقتي في حاجة مهمة جدا زي ابليكيشا لينكد اين مهمة جدا 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 للناس فالناس دي لو ركزت اللي هي تبني بورتفويل لينكد اين بتاعها بشكل كويس فبتقدر تلاقي فرص شغل سواء مش من هنا بس لا في كذا مكان على مستوى الوطن العربي بشكل كبير وممكن تشتغل مع ناس في اوروبا بشكل كبير لو هي بتشتغل في مجالات بره سوق العام طب ايه هي اهم الكورسز المفروضة اكون انا باخدها لو انا بدور على شغل دي حاجة تفرق مثلا في مكان انا بحاول اتعاين فيه وغير موضوع اللغة يعني احنا عارفين طبعا اللغة ده حاجة اساسية اهم حاجة دلوقتي انا بشوف اللي هو لازم دلوقتي بقدر الكورسات دلوقتي عودناها حاجة دايما متسميها soft skills اللي هي المهارات تمام المهارات مهمة جدا 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 للشباب لازم تكون متستخدمة لازم يكون عندنا المهارات اللي انا كلمت فيها دي بتفرق شخص عن شخص وفي نفس الوقت المهارات دي تتحول لكيس استودي موجودة يعني دلوقتي فيه ناس كتيرة بتيجي تحطى في السيفيل اللي انا بعرف اشتغل تحت ضغط طيب ممكن اقول له اديني مثال انت اشتغلت تحت ضغط ازاي في اي انترفيو بتلاقيه مش عارف بس ممكن حد تاني يقول له لا والله انا كنت موجود في مكان فلاني فقدرنا نعمل الكيس استودي دي فقدر تحقق النتيجة الفلانية دي فبدأ بيكون مختلف عن السيفيل اللي انا قدر احول المهارات دي لنتائج او كيس استودي قدر اشتغل بيها الكورسات دايما اللي احنا بنقول بيكون مفيدة في الجزئية دي حاجات اللي احنا قدر زي ما اتكلمت فيها ادوات اللي هي بتاعت السوشيال ميديا بشكل كبير الكورسات اللي ليه علاقة بالسوفت سكيلز اللي انا الناس بتبقى شايفاها مهارات لا دي بيبقى لها كورسات موجودة سواء على مواقع التعليم الالاين سواء كورسيرا سواء ادراك سواء الحاجات اللي احنا ساعات بنزلها في الجروب يعني اخر فترة كانت نسرين بالالك هتعمل تحدي اللي احنا كل يوم بناخد كورس صغير لمدة مساء عشرين دقيقة على منصة معينة والناس بتنزل الشهادة دي لأن نفس البشرية دايما بتحب الشعور بالامتنان طبعا فانا ما بنزل الشهادة فبقى بحس اللي هو عمل انجاز فانا دلوقتي ايه ده والله ده انا بتطور لا ايه ده انا باخد الجزئية دي فبقى بقى شاطر في الحاجة زي كده ففيه كورسات دايما دايما بنكلم فيها عشان برضو ما بنبعدش عن السؤال كورسات السوفت سكيلز مهمة جدا جدا لها المهارات ولازم دايما برضو اشوف السوق راح فين دي دايما الناس بتخفر عنها بمعنى ايه اللي احنا فيه وظائف كتير غير اللي احنا بنقول جرافيك ديزاين لا فيه مجالات كتيرة دالوقتي داخل فيها الزكاءة للصناعي دايما بنلاقي البنوك ان هو بيقولك دامو مايكا ففيه حاجات كتيرة لو احنا جينا تعلمنا فيها من دلوقتي او وجهنا النظر لها دلوقتي هتاخد فيها هتاخد فترة صعبة هيكون فيها مرتب ممكن يكون بسيط بس فيما بعد هتكون انت اللي بدأ المجال ده زي ما احنا جينا فهتكبر فيها فانت دلوقتي مما بتيجي تدور بتدور تشوف المستقبل عايز ايه التطور هل الوظيفة اللي انا اخدها او الكورسات اللي انا اخدها في المجال دي هتفيدني في الحتة دي ولا لا فانا بدور دايما بشوف الاتجاه بتاعي لازم اكون عارف نفسي عارفت نفسي اخد الكورسات المناسبة بتاعتي بتاعت السوفت سكيلز اللي قدر اشتغل بها عساسة قدر اطور من نفسي بها تاني حاجة لازم اشوف المجال ده مناسب في المستقبل ولا لا يعني بمعنى كبير احنا الفترة دي فيه حاجة ما يسموها الـ AI ودلوقتي الدولة بتتوجه لده زي مثلا وزارة الاتصالات عامنا بالتعاون مع يوديستي لها سعب بتعلم برمجة سعب بتعلم الـ AI اللي هو اي بقى الزكاة للصناعي الحاجات اللي بتدخل فيها الزكاة للصناعي بشكل كبير في الشغل بتاعنا هيجي يقولك لا ده خلاص يعني الناس بتيجي دايما تقولك ده يعني هو الريبورت او الناس الانسان الصناعي ده هيجي حلة عن كل الشغل اكيد مش كل الشغل احنا دايما عندنا اللي احنا عاكيد هنفول وراه بس فيه شغل معين بيقلل الجهد البشري زي ما احنا بنشوف دلوقتي ان احنا حاولت ساعات فيه شغل بنقلل فيه الجهد البشري بشكل كبير فمنختار اللي هو ده بدم فيه تولز معينة دلوقتي انا عايز عمل إذا ده فيه كنفة موجودة بدل ما اروحها جرافيك دزاين ده بريزنتيشن جاهزة فيه مواقع بتوفر ده وهكذا في كل الحاجات المجالات اللي موجودة في شكل كبير الفترة دي بس فيه ناس بتقول ان دلوقتي بقى فيه ناس كتير قوي بتطلب ان انت اللغة العربية بتاعتك تكون كويسة جدا لدرجة ان هو حتى لو معاها لغة تانية كان انجليزي اسباني فرانسيوي اي حاجة من اللغات التانية ممكن ما يتقبلش بسبب ان اللغة العربية بتاعته مش كويسة حقيقي كلام ده؟ كتير وفيه شغل برضو شغل فريلانس برضو في الجزئية دي حاجة بيسمها التدقيق اللغوي ان فيه ناس دايما بيبقى برضو عندها مشاكل في اللغة العربية تمام؟ فاللغة العربية دي بيبقى مهمة جدا جدا للناس اللي هي اللغة الام فيه ناس مهمة دلوقتي فيه وظيفة بيسمها التدقيق اللغوي لو انا بعمل كتاب او انا براجع مقال في مكان ما زي مثل رئيس التحرير او في اي مكان بيدقق لغوية من وراء للشخص نفسه عشان يلاقي الأخطاء وفيه ناس تانية بتيجي بتعملها في الكتب حاجة بيسمها التدقيق اللغوي فدلوقتي ده بقى برضو وظيفة فيه ناس دايما تستسهل تقول لك لا انا برضو لو مش هتعلم لغة العربية دلوقتي فيه مجالات معينة بيجيبوا فيها مدقق لغوي متخصص سواء في موقع سواء لو انت بتعمل كتاب فلازم يكون فيه تدقيق لغوي وراك حتى في مبنيج نقرأ كتاب يقول لك مثلا التدقيق اللغوي دقاقه كذا فيه ناس معينة كذا وفيه وظايف على مواقع الفريلانس اللي هي زي مواقع موجودة أبورك مستقل خمس خمسات المواقع اللي هي زي كذا الناس بيبقى فيه طلبة حاجات شبه كذا وفيه ناس دايما بتحط لا والله أنا محتاجة حد يرجع لي البحث ده هل فيه أخطاء ولا لا فبتبقى زي وظيفة أنا بقى عرض خدمتي بشكل كبير فيه ناس برضو متخصصة في اللغة العربية فبيبقى ليها سوقها بشكل كبير أكيد بس طيب احكي لي بقى شوية عن منصة تعلمني علمني احنا يعني عملناها في شهر 11 اللي فات كان عندي هدف اللي احنا زي ما احنا في الجروب اللي احنا نقلنا بشكل كبير معرفة بشكل كبير مع الناس كان عندي هدف اللي أنا حط لهم مصار تعليمي أو رود ماب يمشي عليه أنا دلوقتي عايز أتعلم Graphic Design مثلا عملنا تعاون مثلا مع كيان كيان ده تعالى هتعمل لي الرود ماب دي أنا عايز الناس تكون عارفة التسلسل الوظيفة للشغل ده التسلسل الوظيفة هيكون واحد Senior Graphic Design كذا 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 فالشخص اللي داخل عارف المجال ده بعد كده هتقوله يمين مثلا هتقوله ايه أهم المجالات ايه أهم الجروبات اللي موجودة في المجال ده تالت حاجة احنا بناخد الناس دي بنحطهم جوه جروب مثلا لمدة مثلا لمدة شهر على حسب كل واحد بيحط الكيس استادي او البلان بتاعته عاملة ازاي يقول لي مثلا هاخد الناس دي 45 يوم قوله تمام بيبقى فيه أربع محاضرات على زوم هنحط المحاضر الأولانية ازاي تعرف المجال ده بنيديهم تسكات فالناس بتنفذ التسك اللي بينفذ التسك بيكمل لما بينفذ التسك ما بيكملش بنحاول نحط الناس على بداية الطريق فانا علمني اول ما بدأنا كان معنا سبع كائنات بدأنا في مجال الجرافيك بمجال البروداكشن ميديا بتاعت التصوير بدأنا في مجال البي ار العلاقات العامة بدأنا في مجال تاني كان اسمه التأهيل الوظيفي وكان فيه بعض الكورسات واخدنها وبدأنا بحاجة تانية كنا بنسميها تابعة كارير كورتشنج الحاجات اللي زيما الكورسات اللي احنا قلنا عليها اللي هي مهمة الكورسات السوفت سكيلز المهارات اللي انت تكون محتاجها فبدأنا ده كله عبارة عن اربع محاضرات المحاضرات دي بتخش بيحطوا الناس دي جوا جروبها تسعف الناس في الاول يعني منحطهم على اول الطريق فانا ببقى بالنسبة لي حطتهم على بداية الطريق ده بعد كده بيتكمل بقى خلاص الناس دايما بيكون عندها مشكلة في حاجة اللي هو مما بيسمع مجال جديد بيحس انه صعب بس بعد ما بيدخل فيه ايه ده والله هو ده متعلمه ده باختصار ما نص تعلمني يعني ان شاء الله الفترة اللي جاية يعني هنركز اللي احنا بدل سبع مجالات هيكون اكتر بس هالفكرة كلها احنا بنشوف مين الناس اللي ممكن تتعاون معنا وتقدم لنا الحاجات دي كخدمات للناس اللي موجودة معنا بشكل كبير وفي نفس الوقت تعلمني كنا حابين اللي احنا نحط الناس زي ما بنقول على بداية الطريق والفترة اللي جاية بنحاول الفترة اللي جاية بإذن الله على اساس نقل الحاجات دي كلها اللي احنا نعمل سيرش بشكل كويس ونسأل المتخصصين اللي احنا نعمل رودماب في المجالات دي اللي انا دلوقتي عايز اتعلم الجرافيك ادي الروودماب بالتسكاب بتاعتها بالتسلسل الوظيف الطاحة بأهم الاشخاص وانا لو عايز الشغل في المجال ده هعمل ايه مثلا لو مجال الجرافيك ديزاين فانا لازم يبقى عندي حاجة بيسموها behinds behinds البتاع ده بقى حاطت فيه شغلي طيب انا اجيب شغل منين واحد اتنين ثلاثة طيب ايه اهمية النتورك العلاقات العلاقات مهمة جدا في الوقت عشان يكون عندك علاقة تقدر تجيب شغل او اقدر اوفر لك فرصة وهكذا فده اللي شغالين عليه الفترة اللي جاي بإذن الله في علمي طيب فيه شباب كتير بيرفض ان هو يعمل حاجات تطوعية تنصحهم بيه يعني ساعد بيقولوا انا هستفيد ايه ما نعمل حاجات دي طيب انا اول مبادئة الجروب يعني بشكل كبير الناس كانت دايما تشوف اذا اكيد فيه مصلحة جاي من هنا او فيه حاجة جاي من هنا دايما الناس اللي بتعمل عمل خيري او حاجة بشكل كبير بتقدم محتوى مفيد الناس دي بيكون عندها برضو مشكلة او عندها يعني الناس برضو بتقدم محتوى الناس بتشوف انه هو فيديو دقتين او فيديو تلت دقايق بس الناس دي بتتعب يعني أنت عشان تقدر تعمل سيرج أو البوست اللي أنت شايفه أو أنا أكتب سكريبت كامل أو حاجة دي كلها شايفها بيكون نفسه يعني حتى دعم الناس اللايك والكومنت اللي هم بيقولوا يا جماعة ممكن تعمل لنا سسكرايب هنا أو كعلي حاجة دي بتفرق معهم ليه بتفرق معهم اللي هو يعني هو ده بالنسبة له المرضود اللي بيشوف طب أنا شغلي مناسب للناس دي فأنا مما جينا عملنا جروب كان هدفي الناس دي كامل أنا مما كان هدفي الناس دي كان عندها مشكلة اللي هو هعمل منتاج أنا بقعد على الفيديو كتير طب أنا بعمل سكريبت طب أنا بعمل حاجة أنا كان نفسي اللي أنا زي يكون حلقية يعني زي الكشافة جيبي اللي بيقدم محتوى هنا أحطه مع الشخص اللي نفسها تتعلم فحط الاتنين مع بعض فده يلاقي نفسه اللي هو بياخد التشجيع فيقدر مكمل لأطول مدى ممكن وساعات ظروف الحياة بيكون مختلفة فيه ناس بتيجي تقدم محتوى بيكون عندها هدف معين أنا الفترة معينة بقدم محتوى أد فاليو بكون جمهوري بعد كده بيتجه لناحية تانية يقول لك خلاص لا أنا دلوقتي فيه حاجات بتبقى من نسبة لي دي بيد مدفوعة وفيه حاجات التطوع دي بتبقى من نسبة لي تطوع فالناس زيما اللي بتعمل عمل تطوع أو بتعمل حاجة بنسميها بتقدم محتوى مفيد الناس زيما بتتباح عشان خاطر اللي هي بتقدم فاليو بشكل كبير ودلوقتي التيك توك أو المنصات اللي موجودة كتير دلوقتي كناس كتير على السوشل ميديا بقى يتقدم محتوى فالناس دي كتير بس هالفكرة كلها المحتوى المفيد ما بيلاقيش تفاعل بشكل كبير من الناس بمعنى إيه اللي هو يعني الناس ممكن تنتقد زاهرة صلبية في حد تاني بيقدم محتوى على قناة يوتيوب وقعدة ده حد بيعمل غدا وأنا عملت غدا الحاماتي كذا فالناس ممكن تكون شايفة ده فيك بس إحنا اللي بنيديهم يعني بنعمل عليهم فوكس فبيش شايف الناس التانية برضو تبقى شايفة اللي هي مما بتيجي تقدم كونتنت مفيد اللي عندها حق اللي هي برضو نفسها تتشاف نفسها الناس تتفاعل معها نفسها الصحافة أو مثلا زي برنامج حضرتك كده بتجيب نمازج على السوشل ميديا فبتقدر الناس بتظهر فهيحس اللي هو بيعمل حاجة زو قيمة الناس دي لو بتحس بس اللي هي بتاخد 5% من الحاجات اللي الناس التانية بتاخدها هينبستوا بإدن و هيكملوا و هيكملوا بس دايما الناس بتقدم محتوى مفيد بيكونوا موجودين بشكل كبير على السوشل ميديا الناس دي يعني دايما بيتعاملوا بإذن يعني أنا بشوفهم بشكل كبير الناس دي بيكون عندها اد فاليو لآخر النفس والناس دي بتبقى معروفة يعني بشكل كبير بتبقى معروفة في التعامل بتبقى معروفة في نقل المعلومة بتبقى معروفة في الرد على الرسائل أو الكومنتات بتاعت الناس بشكل كبير يعني السوشال ميديا بتبقى إنجاز لناس معينة وهي اللي بتظهر الناس وبشدون في شوف نايم نفسها الناس مثلا ما بتيجي تقدم محتوى الناس بتشوفها الجمهور اللي هو كان سبب اللي هو يظهر أو هو لي حق عليه أنا النهاردة لازم أشكر أي حد كان قدم فقرة أي حد عضو كان بيشارك في كومنت ده حقهم أنا من غير الناس دي ما كنتش أقدر أعمل حاجة دايما يعني رسول صلى الله عليه وسلم الخير في أمتي إلى يوم الدين الخير كده كده دايما موجود وحديث كتير دايما يعني إحنا بنحاول نذكر الناس بالحاجات دي كلها دايما أنسست قدر تبتدي محمود بشكرك جدا على وجودك معي النهاردة ويعني ربنا يوفقك بجد على كم المساعدات اللي أنت ممكن تكون فعلا عملتها وليسا هتعملها لناس كتير بيحاولوا أنهم يبتدوا حياتهم أو أنهم يغيروا حتى الكرير بتاعهم في يوم الأيام شكرا لحليك شكرا على السلامة جامعة شكرا لحليك وبكده تكون حلقتنا خست نشوفكم بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة باي باي شكرا لحليك شكرا لحليك شكرا